غرس الرب الاله جنة عدن في المشرق الشمس بتطلع من المشرق المجوز شافوا النجم في المشرق زكريا قال عن ربنا المشرق من العلاء المشرق من العلاء حزقيال النبي يقول رأيته بابا في المشرق والداخل دخل وخرج وفي سفر زكريا بيقول أن الرب سوف يأتي على جبل الزيتون من المشرق عشان كده إحنا لما بنصلي بنتجه للشرق طب هل معنى هذا أن ربنا مش موجود في أي اتجاه لا موجود عشان كده في الجمعة العظيمة بنقول كريا ليسون للشرق والغرب والشمال والجنوب بنعلن الناس أن في أي اتجاه تصلي ربنا هيسمعك بس نرجع للشرق تاني إحنا فضلنا الشرق علشان عدة أسباب